الكاتل حركات قتالية تعرضها قدام المشاهدين إنك تقاتل شخص وهمي تقدر تكون لكن تسويه بشكل مبدح طبعا الكوميوتية هو القتال المشتبك إنك شخص وخصمك تتبارزه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بودكاست طيبة في الموسم الجديد إن شاء الله اليوم معنا ضيف يعني أنا خايف يضربنا هنا لا معنا الكابتن صالح نجم الكاراتيل اليوم إن شاء الله رح نغوص في الكاراتيل في جاكي شان جاكي شان مو كاراتيل لا جاكي شان بروسلي موثل بروسلي بروسلي طيب بداية خلونا نعرف مين هو الكابتن صالح حسنا حتى الإنجليزي رح تتكلم فيه بسمودي حيب خلي عربي كقدر على الإمكان طيب أنا هاي طويل العمر والسلامة بداية في الكاراتيل نقول تقريبا في عمرت 16-17 يعني بدأت فيها كتسلية ما كنت داخل فيها كنياضة ولا شيء كذا كنت داخل نادي وكنت داخل مع اثنين من أصحابي واحد دخل سباحة الثانية كاراتيل وأنا كنت حديد وكان الحديد شيء مملي يعني أنا كنت جاية دبرا حديد أنت صغير أنا سمعت أن اللي يخش حديد هو صغير الطول اللي يوقف ايه سمعت إشاعات كذا فيه ناس تقول إشاع وفيه ناس تقول حقيقة أنا نفسي مقدر أتكلم في هذا المجال مختصاصي شفت الحديد كذا ما عجبني نزل بتاحد في النادي كم أخذت في الحديد؟ أسبوع بالكثير أسبوع واحد فقط ممكن أقل كمان فطالعت كذا كان الشباب يلعبون ودنيا وحماس طب 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 قبل الكاراتيل خويك خش كاراتيل وخويك الثاني خش سباحة أنت ليش أخذت حديد؟ ما في سبب معين لأنه شفت إنه أيوة إذا أخذت الوقت إذا أخذت الكاراتيل خلاص يكون عندك كاراتيل وسباحة فقط لكن إذا أخذت الحديد سيكون عندك حديد سباحة كورة لياقة أشياء كثيرة تكون مجولة أنت تبغى تأخذ الشيء كله كل شيء جربت كذا ما أعجبني حسيت شيء ممل مرة فأنا لم تشكت الكاراتي قلت واو شيء ممل أم متعب؟ ممل أنا ترى جربت حديد كنت كان متعب صراحا التعب شيء مو ذاك الشيء اللي كان يتعب لا لا التعب مو ذاك الشيء لا كان شيء ممل أنا كنت أبحث عن المتعب بشكل عام شاب ياسع يبغى شيء شبت كذا كلمت حق الاشتراكات قلت له خلاص الغيل الحديد والغيل الكورة وكمال اللي يقربوا بشكل أخلي للسباحة والكاراتين قال له اوكي no problem فدخلت الكاراتين كبداية كان موضوع ضحك كثير أنه لعب ما كان في أي جدية هذا كأول شهر طبعا بعدها اتهى الاشتراكات طبعا على طريق غير الموضوع الهزلي أو خلينا نقول الكوميديا اللي رح تصير في هذا أنا فأفتكر زماعة لما كنا صغار برضو خشينا كاراتين كذلك كان فيه أطفال وزي كذا المدرم ما أخذ الموضوع بجدية بجدية جدا لا أهالي بشكل والأطفال خشينا على اساس النوم اوكي شافوا فيلم ولا شيء من هذا القبيل وخشوا اوكي يبغوا يطبق كذلك في واحد صغير أول مجاد المدرم سواله زي كذا هاي قال له اي اي اغلب الناس يخشوا الكاراتين مبدأ انه ما أخذينا نصر شكلة الأفلام انه اه اه نوع الكاراتين مو زي كذا لا الكاراتين تختلف بشكل مرة كبير أول شيء كاراتين مدارس في عندك الشتوكان الشتوريو كوشنكاي طبعا حنات شتوكان أفكا أفضل مدرسة وكأشهر مدرسة أهل آسف المدارسة الثانية طبعا طب أوكي خلينا نتكلم في المدارس هذي ايش الفرق بين كل مدرسة يعني خلينا نقول طيب ايش الفرق بين كل مدرسة عندك الكيوشن عنيفة طبعا لأنه يستخدمون المواقعات بشكل مرة بسيط ممكن لليدين فقط ويكون فيها ضرب ضرب ويكون فيها دم أوكي ايوه عكس الشتوكان الشتوكان ولله الحمد هي رياضة معتمدة عالميا تقريبا تقدر تقول وهي اللي وأسس عليها بطولات مرة كبيرة أوكي خلينا عشان نفهم المدارس هذي طبعا الكاراتين لما الطالب أو المتدرب خلينا نقول لما يخش النادي يدربوا على تمارين إطالة وحاجات زي كده وفيه أشياء أساسية يسموها الكاتات صحيح ايوه طب الكاتات هذه يعني كلها في كل مدرسة نفس الكاتات هذه ولا مختلفة ممكن يسم نفسه لكن تختلفها حركات أوكي يعني ممكن في كيوكشن أنا أشوفها أسهل من الشتوكان شتوريو تختلف تختلف بشكل بسيط طب ميش هي المدارس هذي خلينا نعددها والله للحين اللي يعرف هذي المدارس الباقيات ناسيهم صبعا الباقيات والناسيات غالبا ما حتكون متوفرة هنا أبدا لأنه يدوب يدوب يعني هنا بدأت تتفتح على الكرتيب شكل ايوه فالأشهر اللي هي حققتكم اللي هي الشتوكان الشتوكان هنا وفع بشكل عام خارجا و نخش في الشتوكان وقول إيش في فرضان أنت دخلت بنرجع لبدايتك في النادي دخلت النادي أوكي كأوى الشهر كان بوضوع سلي مرة خلاص لعبنا وشباعنا وما إلى ذلك مو أنت مأخذ موضوع بأي جدية بعدها بعدما خلصت الاشتراكات والدنيا هذه كلها كنا نقول خلنا خش ونرجع ومدر إيش مدر إيش قصدك وقفت بعد الاشتراك ايوه ايوه أوى شهر وقفنا تقريبا وقفنا تقريبا أربع شهور أربع شهور ايوه ونقول اوه نرجع نسجل وما أدري إيش وفيه شباب ثانين كنت الحزمة بيت طبعا أصفر 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 أوكي فالحماس هذا كان موجود لكن الشباب يعني ما كان فيه أحد جاهز أن يقدم من جهتي أنا لا أنا كنت أريد أرجع فواحد من أصحابي قابلته في التحفيظ كنت جاهز أتكلم معه كذا قال له أنا أخلص تحفيظي وخلص من درستي ووقت العصرية في نادي هنا أروح ألعب فيه وقلت له أوه حتى أنا كنت ألعب في نادي فلاني قال لي كويس وبعدها تحمست قلت أحد أعرفه هناك خليني أرجع كلمت شباب ما فيه أحد جاهز رجعت لحالي جميل ومن هنا بدأت الانطلاقة طبعا الموضوع تحول من هواية ومتعة إلى هوس أو شغف وبعدها تحول إلى موهبة تقريبا تقدر تقول ولله الحمد يعني خلال فترة بسيطة قدت أوصل لمستوى ما عمري توقعت أن أوصل ولله الحمد جميل كم الاستمرارية كم برضه رح نتكلم بالاستمرارية يعني فيه كثير ناس يواجهوا المشكلة هذه إيوه حين واجهنا هذه المشكلة لأنه أنا بداية كانت قبل كورونا بشكل فترة بسيطة فوقفنا كورونا بعدما وقفت مع كورونا أنا تقريبا وقفت سنتين وبعدها بداية سنتين فكشكل مستمر أنا ليه في الكاراتين تقريبا ثلاث سنين كارات سنوات أو هذا يعني يؤيد المقولة اللي تقول أو الكلام اللي يقولوه كثير حتى أنا مؤمن به اللي هو إنه إذا استمرت على حاجة معينة ثلاثة أربع سنوات خمسة سنوات ماكسموم تكون فيه ضروري ضروري إذا أنت مجتهد فيه لازم تكون شخص مغير نعم ولله الحمد قدرت أرجع كنا قاعدنا المدرب ما شاء الله كان داعم كبير لنا لأنه كان هو يشوف شيء حينما نقدر عنه كان عندنا الكاتا والكميتير العرض والقطع للمشاهد يفهم الكاتا شيء الكاتا حركات قتالية تعرضها قدام المشاهدين إنك تقاتل شخص وهم لكن تسويها بشكل مبدح طبعا الكوميتير هو القتال المشتبك إنك شخص وخصمك تتبارزه بحركات معينة طبعا حركاتها حركات معينة تسويها استعراضية بالضبط والكميتير قتال مباشر طيب في الكوميتير هل تستخدم نفس الأشياء اللي تسوي مع القتال الوهمي نو في حركات كثيرة تختلف ممكن حركة حركتين مثلا بس أما الباقي كله يختلف جميل فأنا في بداياتي هذي كنت مره سيئة في الكاتة وهي شيء أساسي إنك تأخذ أحزمة فالمدرب كان يشوف التميز اللي عندي في القتال وهو الحمد لله كان يدفني يساعدني بشكل ما شاء الله تبارك الرحمن يعني خلاني أستمر خلاني خلاص أقول أوه هذا قاعد يساعدني خليني أكمل معاه بشكل اللي هو يبغاه ولله الحمد تحفيز له دور كبداية الشخص الوحيد اللي كنت أشوف يحفزني هو المدرب زي حتى حتى طلاب يعني كذا حيانا الصغار كذا يسوي شيء معين كذا جميل كذا لما نتحفزه يبان من وجه إنه مبسط يب هذا التحفيز عندنا إذا واحد أبدع هنا نشجع بشكل يعني أغلب اللي يجون عندنا يستمروا معنا لفترة طويلة جميل لأن التحفيز شيء أساسي عندنا فلما مدرب حفزني كذا قدرت أتميز وسوينا هنا بطولة في المدينة كانت أول مشاركة لي كمسمى بطولة وكنت متوتن مرة هذا لما وصلت حزام ايش برتقالي أوكي بعد الأصفر في برتقالي ممتاز ماشي بالتدريج ماشي بالتدريج أصفر برتقالي فلما أخذت حزام برتقالي شاركت في بطولة ثانوية أندولس كانت بطولة مفتوحة لجميع الأعمار على مستوى المدينة على مستوى المدينة وقدرت أخذي مركز الثاني كان شيء جاز مرة كبيرة وهنا العائلة بدأت تهتم صح في مقولة تقول دائما أنه مقولتين صراحة أنه يعني يعني خلينا جواب العربي عشان كل يكون واضح وحتى محنا فايقين بترجمة المهم أن الناس يعني تكافئك في الملأ يعني قدام الناس وزي كده للشيء اللي أنت كنت بتسوي في الخفاء لسنوات خلينا ممكن أو لشهور صح نقدر نقول زي كده ففجأة كده الأهل طالعوا عندنا الولد مميز حتى أنه واحد من الإخوان في السودان جاء يكلمني قال عجيب أول مرة تصير في العائلة واحد يلعب كرتين استمر والله كان محافظ مرة كبير وكان في واحد من الأصحاب جاء قال لي كلمة للحين ما أنساها وعندما لا سترتقي معها كثير لكن قال لي هذا شيء تبدع فيه وستمر والله وموالف في هذه الأشياء يقول عنها خرابيط هو من الناس يقول كلام فاض لا يهتم أبدا لكن قال لي بما أن أنت عندك موهبة ومبتمع يستمر بشكل لأنه هذا يفيدك مستقبلا بإذن الرحمن وانت تحبه بشكل عام فقال الله الحمد هؤلاء ناس مأزاهم وفيه ناس لانين كالأقارب مثلا جميل هذا طبعا بعد الحزام البرتقالي بعد مبرز وجيبت المركز الثاني وبعدها الحماس زاد من طرفنا ومن طرف المدرب لأنه قبلها كان موقف بطولات بشكل مرة كبير ما عنده ما عنده ذاك العدد الله أعلم ممكن موقف تقريبا سنين كان وقتها شاف كذا الوضع قال أوه كويس حاليا في بطولة جدة وإن شاء الله كلكم تطلعون أوكي والله تحمس فعلا تحمس وهذه بطولة كان على مستوى المملكة ثلاثة جدة نعم طلعنا جدة متى الكلام هذا تقريبا في 2021 بعد كورونا نهاية 2020 فطلعنا جدة وكان وضع توتر توتر لأنه كل شيء كنا نريد نخلصه في يوم واحد طلعنا الصباح وصلنا لجدة الظهرية تغدينا رحنا البطولة بالساعة ثلاثة الظهر وكاننا عدد يعني كان عندنا المرثئة الصغيرة إلىين أكبر شيء كنت أنا وقتها أنا كنت كنت في قتل القلم لا كنت في قتل الشباب وقتها فكان وضع مخيف شوهيتين لأنه زملائي كلهم واحد يخش يطلع خسران يخش يطلع خسران يخش يطلع خسران من تكيد ايش في ايه كانت بطولة كبيرة للأسف فقلت خرص أنا زيهم ما حختلف عندهم هخش أخسر وهطلع أرجع البيت مستسلم مسلم أمري لله فقلت الكابتن في بداية قبل لا نبدأ كل هذا الكابتن قال أنا ما يهمني الفوز أنا يهمني أنك تخش وتلعب رجاله وتطلع بشكل يشرف جميل هذا اللي أبقى فقلت خلاص أنا هعطي الشيء اللي هو طلبه مني ما حقص معه ودخلت وفست أول مبارا وينو كله تحمص أخيرا 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 فوز وثاني مبارا كنت متقدم فيها بشكل كثير لكن بسبب قلة خبرتي في البطولات يعني يا دوب هذه ثاني بطولة أشارك فيها سؤالي للأسف خسرت لكن الشيء الجيد أني أخذت ثاني على مستوى المنطقة الغربية ما شاء الله خلاص هنا الأقارب بدوا يلتفتوا أكثر يقولوا ايه في واحد ما شاء الله طالع يلا واحدة من عماتي يا الله يحفظها يذكرها بالخير ما شاء الله عليها ترسلوا مقاطع حقتي كلها في قربة العائلة ما شاء الله وفي دعم كبير من الأقارب لله الحمد وحتى الأهل ما شاء الله عليهم حيصاروا يدعموني بشكل مادي وبشكل معنوي وما حل منهم يبغاني أتوك الكارتيف أو أشغل بأي شيء ثاني دراسة كارتيف فقط لأنه عادة بشكل خلينا نرجع لورا شوي عوائل عادة يركزوا على التعليم فقط يقول لك الرياضة كلام فاضي هذا الكلام طبعا بعد المرتقالي نعم بعد الأخضر هل نقول الرتقالي أخضر أنا وقتا لهذا كنت في الأخضر وفوق عشان بردو نمشي بترتيبة الأحزمة أبيض في البداية بعدين أصفر أصفر بعدين مرتقالي مرتقالي اللي فزت فيه في المدينة ايو بعدين أخضر اللي رحنا في جدة رحت في جدة عادي شارك معانا معنوية ومشكلة طيب وبعدها خلاص بدأ نظام الجدية خلاص صار صلنا نحن نتخذ اللعبة بشكل أفضل بشكل جدية أكبر كثير يقولون كلما تطلع فوق كلما الشي يكون جاد وكلما يكون الهازل قليل وكلما الشي يكون أصعب لأن المنافسين يكونوا أشداء فوق هنا مرينا بفترة مرة صعبة يعني ممكن مبدئيا حين كنا فريق كامل تفرقنا بقيت أنا بسمع المدرب هذا واحد ثانيا رحنا شاركنا في جدة بطولة ثانية كمان كانت في جدة على مستوى المملكة وقدرت أخذ ثالث مكرر ما شاء الله ولله الحمد وكانوا يعني المعنويات مكهات مرة فوق لأنه اللي كنا متوقعين وشيء أكبر أننا نأخذ ونرجع ولله الحمد الحمد إلا أننا رجعنا بشيء طيب طبعا هذا شيء الجميل في أنك ترتقي دائما توصل لمرحلة أن تشوف المركز الثالث لا هذا لا محقي لا أنا متوقع شيء أعلى فعلا وفي أفتكر كان عندنا طاري مميز جدا لأيام الدراسة ابتدائي كان دائما يجيب الأول 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 يوم كده جاب الثاني حتى المدرسين مستغربين إيش فيه ما ينتقلوا إيش فيه يبوي فدائما المتصدر دائما يتوقع منه المزيد أيوة لازم المتصدر لازم يكون جاهز أنه في يوم من الأيام حييجي شخص يبي ياخذ هذا المركز ضروري نحن بنعيش في عالم يسموه زي عالم تنافسي الشيء اللي أنت تبغى فيه كثيرين يبغوا يبغى شوف بدون أعطي لكلامك فيه مدرس هيا ما تحفيظ إيش قال لنا قالنا كلام قوي صراحة قال أنت تبغى الأول صح كثيرين يبغوا الأول بس مين يجيب الأول اللي يقرأ أكثر شي نفيوة المجتهد والكل المجتهد النصيب بالضبط إيوة فالحمد لله بعد ما رجعنا من هذه البطولة بدأنا نشد على حالنا ذيك الفترة مريت بفترة اللي يسموها فترة الانتكاسة ممكن خلقوا على الاتئاب خلقوا اللي تراجع فيها الرجل لأنه عشان انهزبتوا مو عشان انهزبنا في ذيك الفترة بالذات كانت فيه معوقات كثيرة ويعني طلعت جدران قدامي فذيك الفترة يعني نفسيها ما كانت تمام لكنه كان المدرب ما شاء الله عليه هنا في ذيك الفترة باني انه كان واقف معايا بشكل مرة كبير كان يدفني عرفت هذاك الشخص اللي يدفك للمام هو كان زيوزي وكان المدرب يعرف يعني ايش اللي مخليك كذا مستوعب يعرف هو عارف كل شي عارف مستوعب الوضع حتى هو حتى هو واضح انه مستوعب داخلي لكن ما كان يبينني أبدا أبدا كان يبغاني أنضي للأفضل جميل لأنه هو شايف شيء كالعادة فحنا ما نشوف خائت الليدر الليدر اللي يشوف كل شيء ناشا الله تبارك رحمان عليه فولي الله الحمد بعد الانتكاس هذي اللي وصلتنا للتحد اللي حضيت بعدها رجعنا طليعنا بشكل مهول خلال كم سنة واحدة سنة واحدة سنة واحدة قدرنا ننطلع بشكل مرة كبير وقبل شهرين تقريبا كانت فيه بطولة المملكة في ينبع على بستوى منطقة المغربية كمان قدرنا نشارك بأكثر من 25 لاعب من المدنادي حقكم فقط من المدنادي حقنا فقط قدرنا نشارك بمدرب خلنا نقول مو أنا نقول من النادي لأنه نحن متفرعين ندرب يدربين وهنا لكن كلنا فريق واحد في النهاية نعتبر فريق كبتنا مجد طبعا فروحنا بطولة ينبع وكانت معنويات عالية لأنه كانت مستويات صراحة تبشر تبشر من بداياتها جبنا أول 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 أوكي أرجع شوية الحزام نحن كم أوه هنا أنا قصت حزامي طيب الفترة فيها الانتكاسة جب فيها حزام صح إي ولله الحمد قدرت أخذ حزام الأزرق وبعدين أخشع البني هذا الفترة نرجع لأبيض أصفر مرتقالي أخضر أزرق إيوه وبعدين بني أخذت البني نعم خلاص أخذت البني هذا الفترة جميل فجينا البطولة وكانت النفسيات مرة عالية كنا متفائلين بشكل مرة كبير ولله الحمد كان حققنا أعلى فئة من المداليات ولله الحمد جبنا مراكز كثيرة ولله الحمد طبعا أخذت مركز الأول هذه المرة أخيرا خيرا هذا خلاص يخليك في التوب ترى التوب صعب صعب جدا بس خلاص الوقت يتغير كلما يتغير كلما يتغير اللعيبة يتجون لنا لعيبة جديدين خلاص لازم أنت تمضي للأفضل تجيب البراكز الأولى أكثر فهذا هو ماشاء الله طيب خلينا نرجع شوية في الأحزمة عشان تأخذ حزام في متطلبات صحيح أكيد طيب من حزام لحزام خلينا نقول متطلبات الحزام الأصفر أيوه متطلبات حزام الأصفر طبعا لكن حزام واحد تلبسه يصير تأخذه مورة بعض الحزام الأصفر الحزام الأول يكون عليك أنك تعرف الأساسيات البسيطة يعني ممكن تقريبا من خمسة إلى ستة إلى عشر حركات لازم تكون عارفها اللي هي الكات درجال اللي هي الأساسيات فقط أساسيات مسميات الحركات كيف تنزل كيف تسويها صح جميل الأصفر الثاني هنا لازم تكون حافظ الكات الأولى اللي هي الهيان شدن هيان شدن نعم بعدها ما اللي قلتها صح هيان شدن صح تنكتب زي كده بعدها تنتقل للحزام البرتقالي لازم تكون حافظ الكاتة الثانية مع أساسياتها طبعا كل كاتة لها أساسيات جميل وزي كده الكاتة الأولى حزام أصفر لا أساسيات الكاتة الأولى حزامين أصفر بعدها الكاتة الثانية حزام برتقالي ثالثة حزام أخضر الرابعة والخامسة حزام أزدك بعدها السادسة تخش على الحزام البني جميل والسابعة كمان بني اثنين لأن الحزام البني حزامين وبعدها تبدأ مستويات الأسود أو مستويات الأسود من عشر مستويات تقريبا الأسود معناه أنه حفظت الكاثات كلها وعددها كم تقريبا تقريبا 26 كاثا 26 كاثا 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 هذا المعتمد هنا في مجتمع العربي تقريبا تقريبا 26 كاثا لكن بره بره في الأوروبا وخل نقول في اليابان أكثر من 190 كاثا ممكن خل نقول كثير لما يخشوا الكاراتين عندهم مشكلة واحدة تدري إشي المشكلة هذه المشكلة اللي خافوا منها الكثير كيدا عرفتها لا تقول لي الفرشة اه اللي يقول لك يكسرون الحوض هادي مصيبة الناس فاهمينها غلط دقيقة دي حاليا الرجل خاني يقول عندك رجلك هنا ام يعني إذا طحت على الأخير ما في عظم ينكسر لا لا إذا طحت كده في شكل فجأة هنا لا هنا هيكون في أوتار تتقطع هنا تكون في مصيبة يعني قصدك أنه ما في هنا عظم في فقط في عضلات خانوا ايو عضلات وغضاريث فالناس فاهمين غلط أنه لما تخش لك ثلاثة هيكسرولك على حوض لا المدرج يجي فوقك كده لا هذا الشيء مرفوض مرفوض بشكل قاطع كمان اوكي فحبة حبة والشيء ذا يكون شيء مرة بسيط بالنسبة للأطفال لأنه يكون منطقة الحوض عندهم مليلة ايوة كبير طيب دقيقة هل كبير يقدر؟ يقدر مستحيل نقول صعب لكن ما نقول مستحيل أبدا يعني يجي هو بس مع الاستمرارية والاجتهاد فقط حتى الكبير يوصل لمستوى مرة أنه خلاص ينزل كده يرفع رجوله انا افتكر فيه مدرب كده هو الكب معه واحد كبير الأطفال كلهم ها فاشخينا بقينام شوية زي كده الكبير مثلث يا رجال قال لي شو فيه؟ ما يقدر ما يقدر طبيعي جدا طبيعي انت كل ما تكبر إذا ما تلعب إطالة شي طبيعي يعني رجولك خلاص يعني ما تقبل أنها تنسي ذكك خاصة العظام تصيب قاسية صح فغالك شوية شوية حبه 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 إلين ما توصل بهذه المرحلة نعم أوكي طيب دحين هذا الكاراتي بشكل زي ما يقوله مفصل إيش قدام؟ دحين تقريبا أنت واصل مرحلة ممتازة جدا ولله إيش طموحك إنك يعني يعني إيش تبغى تمثل خليق وإيش أبغى أمثل حاليا مستقبلا خليق إيه مستقبلا خلن نقول الفترة حالية أو زي ما يقوله حقينا المقابلات في أين ترى نفسك بعد خمسة سنوات إنت ما شاء الله خلال أقل من خمسة سنوات وصلت لي مرحلة ممتازة والحمد لله نعم بطولات نعم إيوه خلن نقول من هنا لخمسة إلى عشرة سنوات ممكن أكون لاعب كلاعب مستمر كلاعب لأنه لسه فيني في الطاقة الكافية أني أكمل كلاعب يذن الله طيب هل في عمر معين للاعبة الكرة لا الكرة سمعت إنه أوكي يعني ثلاثين فوق الثلاثين شوية خلاص أنت عجزت في الكرة الكرة هل في الكرة تكمل تكمل ما شاء الله يعني تلقى واحد من عمره ستة خمسة أربعة سنوات إلى عمره الثمانين سنة ما شاء الله قاعد يقاتل قاعد يقاتل ما شاء الله يا قاعد يقاتل يا قاعد يدر يا قاعد يحكم معناه أنه يعني أنت خلاص اخترت الشغف حقك وما شاء الله ايه ما شاء الله هذا ترفيه كثير الناس عندهم مشكلة ما هم عارفين إيش يبقوا فيوصل لمرحلة يعني من العمر بعضهم أربعين سنة ولسه ما هو عارف إيش يسوي فإنك عرفت هذا الشي نرجع لي نفس هذا الموضوع كيف عرفت إنه الكاراتي هذا هو الشي اللي خلاص خلاص اللي أنا أبغاه ورح أمشي عليه هل فيه الناس أقنعوك أو فقط التحفيز اللي جاك وشفت نفسك فيه وزي كذا مبدئيا خلنا نرجع لفترة اللي كنت يعني مكتئف فيه خلنا اللي ما كنت أبي أكمل فيه الكاراتي بشكل عام ذلك الفترة أنا ردت شي بيني وبين نفسي إنه أنا ماني في المستوى المطلوب أنا ماني في المستوى الناس اللي كانت يطلعون بطولات كبيرة قدام عيني ذحين أنا أقل منهم هذا اللي كان في فكري المقارنات يا بهالمقارنة كنت أشوف نفسي أقل بكثير فالكابتن جاهز لمقارنة بيننا وبين نادي ثاني ما شاء الله اللعبة على المستوى المملكة وعلى المستوى العالم كمان فروحت لحبت معاهم لقيت نفسي قاعد أنافسهم بشكل مرة كبير كل التحيات لهم طبعا إذا يتورجوهم مقطع بعدين فلقيت نفسي ولله الحمد قاعد أنافس بشكل مرة كبير حتى إنه كانت فيه اعترافات من تحت لتحت يعني الكرام مورطة هذا الدور الأبواب إيوه فلما استوعبت هذا الشيء هنا خلاص ينكسر فيني ينكسر فيني هذه المخاوف هذه الأشياء اللي تضجعني ترى هو فعلا ترى أحيانا الشخص زي كده إنه يحس إنه هو أقل ولكن هو فعلا عنده يعني بوتنشل عالي ويعني في نظر الجميع أو في الحقيقة خلينا نقول واصل لمرحلة مرة كويسة بس أنت تشوف لأنك إنت مثلا قارنت من نفسك مع هذاك الشخص اللي حتى ممكن بس بتشوفه في السوشيل ميدي بتطلع أفضل شي عنده بالكاتينج صح صح فهنا المرحلة اللي خلتني قلت بس هنا أنا هكمل في الكفاتين لفترة مرة طهيلة إذا الله أحيانا جميل ولله الحمد وللحين مستمرين ومستقبلا حيكون فيه عندنا الأكثر والأكثر بإذن الرحمن وطبعا من فترة استقبلنا الأمير عبد الله بن مسعود أهل سعود في نادينا وده سوينا عرض محترم قدامه وكانت مقابلة شي مرحله وواضح أنه شي عجبهم أنا شاهد صور ما شاء الله تبارك نعم فكانت يوم مميز جدا أنك تشوف أمير جاي يتفرج عليك أنت كلاعب وفي شخصيات مهمة وفي مشاهير كما جاءوا تفرجوا علينا وأمس كان عندنا عرض استثنائي في النادي في سنوية النادي طبعا تكلمتني فيه كان فيه عرض صراحة فاتني للأسف في استاذ الرياضي هذا كان بطولة كأس الوزير وكأس الوزير أظن لكاكات للفئة الأصغر للفئة الناشئين وتحت وأنت أكيد تديم توجيهات تدريبه نعم الفئة الصغيرة أنا أمسكهم كتدريب لأنني أنا حاليا أعتبر مساعد ندرب جميل في حالي ذكبت ما هو موجود فأنا أمسك التميم بشكل كامل ما شاء الله سبارك الله مساعد مدرب ولسه أنت في سن صغيرة على قولنا معناه إن شاء الله إن أحيان الله بعد عشر سنوات نشوف شيء بإذن الله يعني شيء كبير بإذن الرحمن أوكي طيب خلينا نتكلم في تأثير التحفيظ في معاك في هل كان فيه تعارض أتوقع كان الأيام التحفيظ كان العصر وبرض النالي كان العصر أو لا يب في البدايات كان فيه تعارض رحت سجلت في تحفيظ ما بين فتفة الظهر والعصر وكان شيء كويس قاعد فيه لفترة ثم نقتل الفجرية خلاص صار ما فيه أي تعارض بالنسبة لي خلاص الفجريات أروح تحفيظ أرجع والعصر وقتا لادي أوكي ده حين كمان فرصة طيبة اللي ساكن في المدينة في كل فترة عندك تحفيظ سخصنا في الحرم نعم طيب الحمد عنده في أي وقت تبقى تحفيظ موجود وهذا شيء مميز فكما ما عملية تعارض الحمد لله قدت ألحق على الموضوع سريع سريع طيب خلينا نتكلف في اليوتيوب زمان أفتكر ما كان في يعني ما تقدر تستفيد من اليوتيوب من ناحية الكراتين فقط معك المدرب في كل شيء زمان زيك زمان المدرب حقي يقول زمان كان يفتح كتاب ويقلب صفحة صفحة ويشوف الحركات ويحفظ في كتب في كتب موجودة فقال يعني يقول أنت الحين والله جيت على زمن سهل والله فيها لأنت رفيك زمان أفتكر كتاب تمسكه كده تحاول تقلب بسرعة وهو قاعد يسوي الحركات هذه فكرة ذكيرة ياض 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 لأن لما تمشي بسرعة يوريك الحركات كيف تمشي وتحفظها ممكن استخدموها بعض الناس زمان خل نقول والحين الحمد لله صال وضع أسهل يعني في اليوتيوب عندك كل شيء متاح زي ما يقول بس في اليوتيوب إلى الآن متاح بس في بعض الأشياء غير متاح نظام البطولات وكيف تلعب في البطولات وكيف تلعب القتال بشكل أساسي العرض الكاتة لا مشروح بشكل منتظم أما لو نيجي بجهة القتال يعلموك أساس القتال كيف تحط ضربة صح وزي كده لكن ما يقول كيف تلعب في البطولة كيف تكون شخصيتك في البطولة كيف تعاملك مع الحكام هذا شيء نادر جدا أن تلقى اليوتيوب طب هذا محتوى ممتاز جدا لأيش ما تمسك من هذا الممبر ندعوك أنك تأخذ هذا الموضوع وتطرح أنا من جهتي عندي قناعة أنت ما هتعجبك شويتين أول ما أنزل مقطع يكون مقطع جميل جدا هذا هذا يمنع كثير من الناس كثير من الناس أنهم يعني يبدأوا يعني مثلا أوكي دائما تدور على الكمال أوكي لازم أطلع بالطريقة ممكن حتى أيام أنا قولتك الانتكاث أو الإحباط خلينا يقول بسبب أن كنت تطبع الكمال طبعا طبعا هذا شيء لا يقول أبدأ بالمتاح هم يقول نصائحك طبعا ما هلساها لكن كيوتيوب يبغاله تركيز هو لحاله يبغاله وقته صحيح يبغاله وقته بشكل خاص إذا شفت أنك يمكن يجب أحد يعني يتطور أكثر وأكثر في المجال بس أكيد ما رح يمنع إنك إذا شفت نفسك فاضل تأخذ الاثنين ممكن في فترة قريبة إذا جاءت الظروفة مناسبة هتلقاني في اليوتيوب منزل مقطع ومنشرك فيها إن شاء الله بإذن الله طيب نصيحة يعني للجيل خلينا نقول للي قدك خلينا نقول للي قدي إن أحيانا المقطع هذا إن شاء الله رح يبقى إلى يوم القيادة بإذن الرحمن يعني وأي واحد قدك يجب في أي وقت إن شاء الله يقتدي به ويعني يسمع ويعني أدينا نصيحة كذا في الجانب الرياضي وبشكل عام شكل عام أنت كشاب مفترض إنه ما يكون عندك وقت فراغ لازم تشغل نفسك بالأشياء المفيدة لو أنت طول يومك في البيت بدون أي فائدة أو أي رياضة أو أي شيء هتتجه للعدادات السيئة منها الكسل منها الألعاب اللي ما تفيدك بأي شيء يعني شيء طيب إنك تلعب لعبة لعبة لعبتين من فترة الأخرى وإذا كانت ألعابي يعني تساعدك بدون فائدة هذه مصيبة هذا كمان قال لي أسمعت أنا أخذت دورة عنده أحد الرواد في هذا المجال اللي هو مجال خلينا نقول مثلا اللي هي العلوم هذه أو علوم أوكي خلينا نذكر اسمه أندري تايت أوه أوه دورة حلو فإيش قال إنه من الأشياء اللي كثير ناس يسووها من العادات السيئة أو زي كده إيش سببها ما في شي جيد بيلقى بيسوها أو ما يعرف عنده وقت فراغ كبير بدون أي فائدة فإنسان يدور أحيانا الشي اللي يسليه ففعلا إذا ما عندك وقت يعني شي جيد فكرة معينة خطة معينة ماشي عليها عشان كده ممكن ترجع للعادات السيئة إنك إيش أوكي أوكي خلاص لأنه هذا الشي الوحيد اللي يجيب لك على قولهم السعادة نعم لأنه إذا ما سويت هذا الشي أنت رح تكون تعيس وبالتالي خليني أجيب سعادة عشان أحس بالناس الثانين أوكي سعيدين أسول أشياء هذه بالضبط يجيب لك اللي هي السعادة سعادة سعادة مؤقتة خلال نقول إنها السعادة السلبية سلبية ومؤقتة نعم مؤقتة جدا بس إيش هذاك اللي مثلا نجح وزي كده فيه وزمان كان مدرسنا يقول مدرس التحفيظ ترى ما يرضى بالتالي أكيد وأنت جرفت الأول حالير مني جاهز لأي مركز أقل من الأول أبدا جميل جدا والكلام إن شاء الله بقية بإذن الله بإذن الرحمن فأنت هذكارت أنه يعني أكثر شي أنه يحاول قدر الإمكان أنه يستغل الوقت وما ينضيع نعم أيوه شي ضروري جدا أنه يستغل وقته سواء بالرياضة سواء بالعلم سواء بإمتاج حتى لو إنك قاعد في البيت مثلا أنت تحس أنه ما عندك موهبة بأي شي أنت مو ما عندك موهبة بأي شي أنت ما تفتحت على المجالات الثانية بشكل عام لأنه سبحان الله يعني الله ميز كل إنسان فإنت عندك في مجال معين أنت عندك موهبة فيه لكن يبغى لك تدور عليه وتجتهد فيه كله ميسر لما خلق الله كله ميسر فكله مجتهد النصيب طبعا هذه لن ننساها أحسنت وأشكرك وإن شاء الله للكلام يبقية يكون لنا جزء آخر بإذن الرحمن لأنه أنت توقفت على موضوع مرة ممتاز اللي هو موضوع اللي هو التطوير كشاب وهذا رح يفيد كثير إن شاء الله وإن شاء الله يكون لنا جزء آخر مع الكابتين صالح أنا كنت أبغى أن نبهك ولكن أنت تدرى ما عرفت الناس بإسمك أوه وخليه في اللقاء الثاني اسمه صالح صالح بإذن رحمن بإذن الرحمن نتمنى لكم مشاهدة ممتعة وإن شاء الله نتقي بكم في بودكاسات أخرى إلى ذلك بالحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا